اشتركوا في القناة التي تم اعتمادها لمكافحة فيروس كورونا وستصل أولى شحناته قبل نهاية الأسبوع الجاري عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأكد وزير التعليم العالي على رؤساء الجامعات بضرورة أعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم والتي تقرر أن تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة وعلى الصعيد الدولي اعتذر الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن عن صور ظهر فيها جنود الحرس الوطني نائمين في موقف للسيارات بمجمع الكونغرس وقد انتشرت قوات قوامها 25 ألف جندي في العاصمة واشنطن لتأمين مرس تنصيب الرئيس الجديد بعد أحداث العنف التي شهدها الكونغرس مطلع هذا الشهر وتداول رواد الانترنت الخميس صورا يظهر فيها الجنود نائمين في موقف للسيارات بعدما عاد النوابي العملهم ورياضيا فاز المصري محمد صلاح نجمال إفربول بجائزة أفضل لاعب في صفوف الرزة عن شهر ديسمبر الماضي وقال صلاح عقب تسلم الجائزة شكرا جزيلا لكم إنه شيء جميل لكننا نحتاج فقط للفوز ببعض المباراة المقبلة وأضاف الوضع ليس رائعا في الوقت الحالي لكننا نحتاج فقط إلى التركيز على كل مباراة وأن نظل متحدين والحفاظ على الاستمرارية وفنيا أكدت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز وعضو مجلس الشيوخ أنها ستعمل من خلال تواجدها بالمجلس على إعادة الدولة لإنتاج الدراما مجددا وخروج المخرجين الرائدين والدارسين بالخارج ولكنهم غابوا عن الساحة بسبب ما يحدث من تقديم فن غير معبر عن مكانة مصر لعودة الفن الجميل وأضفت أن الفن رسالة وواجب ولا بد أن يكون معبرا عن الواقع المصري ولذا هناك ضرورة ملحة لعودة الدولة مجددا للإنتاج لعودة القواعد وفرز الأعمال بصورة حقيقية لاختيار الأفضل لأن الإنتاج ترك للتجار الذين يقدمون ما لا يتناسب والآن نختم بأهم أخبار المال والأعمال أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام أن الأولوية للوزارة والشركة القابدة للصناعات المعدنية هي حقوق ومكتسبات العاملين وإعطائهم كافة الحقوق المكفولة لهم قانونا وذلك بالإشارة إلى قرار الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب المصرية التابعة للشركة القابدة للصناعات المعدنية وأن تعوضات العمال ستكون مجزية ولم تقل عن 225 ألف جنيه لكل عامل في الشركة وأفادت الوزارة أن الشركة التابعة للقابدة المعدنية في حاجة مسة إلى بعض الخبرات لسداد احتياجاتها وعلى أن تكون الأولوية الأولى هي الاستعانة بالخبرات الفنية والتسوقية الموجودة بين العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية وأن ملفات تلك الخبرات وأسمائهم موجودة لدى الشركة القابدة للاستعانة بهم في شركاتها إلى هنا وتنتهي نشرتنا الإخبارية تقبل تحياتي لأن نلقاكم في نشرة إخبارية أخرى واللقاء يمكنكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لأسلكم كل جديد طابة أوقاتكم